مش كل حاجة ليها بداية ضروري يكون ليها نهاية لكن أحيانا لو دورت كويس في البدايات تقدر تميز ملامح النهايات تقدر توجدها أو تمنع وجودها جايز قدرنا نعرف التاريخ لكن ما نقدرش نأكده وعرفنا أجزاء ما قبل التاريخ ولو اعتبرنا أن دي البدايات وليها نهايات فانهاياتها أكيد هتكون فيما بعد التاريخ عام 1348 قبل الميلاد في مشهد جميل للوحة رسامها أعظم الرسامين في مدينة طيبة وإحنا قاعدين في الحنوت هتفضل هاوي كده في لعبة السنتي دي لحد إمتى يا محب لحد ما تبطل تتكلم أكتر ما بتلعب تبص الحركة دي غشيم أهو أنت كده فتحت لي سكة أتحرك بالحصان هنا مسلا ايه ده ايه ده أنا كلامي دايقك ولاي يا رجل أنا بغذر معاك طب ما تنسى الهزار وتلعب بجد شوية يا ابني اللعبة دي مش للهواية بس دي مهمة جدا في الاستراتيجية وبناء الخطط كمان استنى بس سيزيبك من الكلام الكبير اللي أنا ما بفهمش منه حاجة ده يا باي هتلينا كمان اتنين بوزة مش تخف البوزة شوية يا سنيفرو احنا كده مش هنعرف نروحك البيت مين ده اللي مش هعرف يرجع بيته ده أنا أشرب بوزة قدك عشر مرات وارقص لحد ما يتقطع حيلي ولا يهمني تفكرني زيك هل لي لو بس دماغك قد لسانك كان زمانك حاجة أهم من كده أصدق ايه؟ أصدق ان أنا مش مهم؟ وانت مين يعرفك غير يا سنيفرو باي خادم الحنوت عرفني وبماي كمان عرفاني بماي بنت باي الخادم وتعرفك علشان بتشتغل هنا مع ابوها ها مين تاني؟ انت مش هلتيني مين عارفك؟ هديني باوريك ان أنا معروف وان أنا مش أي حد صوت الحنوت كله هدي في لحظة الكل بطلت شرب ولعب وتوجهت النظرات نحية الباب الباب اللي تفتح بكل قوة مرة واحدة علشان يدخل راجل طويل لابس لبس شبهة عادي لكنه تقيل شوية قريب من لبس الجنود بيدخل من الباب وبيقرب علينا في خطوات سبتة عنيه بتلف على كل اللي قاعدين واللي وقفين وبيتحرك في اتجاه باي خادم الحنوت وقف مكانه وحط إيديه على حاجز الجرانيت اللي قدام باي وإحنا كلين عنينا عليه مش فاهمين ده مين وعايز إيه وابتدى يتكلم مع باي ويقول له مين هنا بيجي لك من عبدة الإله الجديد أاتون؟ باي يرد عليه وقال له أاتون؟ أيوة أاتون وكهنة المعبد أكده إن بيجي عندك هنا ناس من عبدة إله الملك المزيف تدى صوته يقطة لكن واضح أكتر بلغة الأمر اللي كان بيتكلم بيها وبيكمل وإنت حتقول لي مين اللي موجودين هنا دلوقتي منهم؟ ومين غيرهم بيجي لك هنا؟ باي يرد وقال له أنا أنا معرفش حقيقي معرفش أنت عايز مين مسك باي من كتاف وبيشده جمد وهو على وش علامات الغضب وبيقول له يعني أنت مصر تكذب علشان تداري على شوية كدبين وكفار زي دول كان لازم أتكلم وانت مين بقى اللي ادلك الحق تقول عليهم كده سنفروا الرد بصوت واطي اسكت يا محب اسكت ملناش دعوة الرجل الغريب ساب باي من إيدي وهو باصص علي وقال لي وأكيد اللي بيتكلم ده واحد منهم مش كده لا أنا مش واحد منهم ولا من حد أنا بسألك مين اللي ادلك الحق تقول عليهم كده كل شخص حر يعتقد في الإله اللي يعتقد فيه أو ما يعتقدش خالص انت جاية حاسب الناس على إيه سنفروا تكلم كفاية يا محب كفاية أبوس إيدك ابتدى الراجل الغريب يغير وقفته وعدى الجسم وبدأ يتحرك بشكل بطيء ناحية دي وهو بيقول جريء وأنا بحب الشخصيات الجريئة ولما قرب على المكان اللي أنا وسنفروا كنا قاعدين عليه قام سنفروا من مكانه بسرعة وهو بيقول احنا أسفين جدا صاحبي بس بيحب يهزر كتير وانت فاهم بقى خف الدم المصريين معلس معلس واحنا ما كملش كلام والراجل حط إيده على كدف سنفروا وقال له يقعد وفعلا قاعد وهو ساكت وبيبصلي لكن للأسف الناس الجريئة عمرهم قصير مش بيحسبوها كويس قبل ما ياخدوا خطوة أو يقولوا كلمة بيغلطوا كتير وحط إيده على الترابيزة الجرانيت وهو باصص في عيني جدا وغلطتهم بتكون غبية ما لقيتش مني رد فعل غير إني أقوم أقف ورغم جسمي وطولي اللي مش مناسبين مقارنة باللي قدامي لكن ما فيش حد يشوف نفسه بيتهدد بالشكل ده ويسكت وقفت وسنتت على الترابيزة زي ما هو عامل بصت له في عينيه ولاقيتني بقول له خد بعضك واخرج من هنا ده مش بس جريء ومضحك يا جماعة كمان ولو ما خرقتش بقى هتعمل إيه وحط إيده اللي اتنين على كتفي بقول لك أخرج من هنا وزقيت إيدي اللي اتنين من علي وزقيته هو كمان في صدره رجع لورا وعيني اللي اتنين مبرقين وكلهم كره وغضب وبسرعة ما كنتش متوقعها في وقتها استقبلت إيده في وشي وجه ليه لك مقاوية جدا من شدتها ما حستش إلا وانا واقع على الأرض وماسك فكي لفت وشي علشان ألاقي سنفر ومتعلق في رقابة الراجل ده من ورا وعمال يضربه كوباية البوزة على دماغه بتضرب صاحبي يا حيوان خد خدني كمان وعلى ما فوقت واستوعبت كان الغريب نزل سنفره من على رقابته ومسكه قدامه هو واقف على الأرض يا أخي انت زقيلت أنا كنت بغذر معاك مش بقول لك خف الدم المصريين هنعمل إيه بقى الرجل وجه له لك مقاوية جدا طيارت سنفره وجابته واقع جنبي حط يده على وشي وبص جنبه آه آه يا وشي انت فايق محب فايق ومهربتش ليه مهربتش ليه انت لفنا وشينا للراجل اللي أناه ماشي نحيتنا لقيت سنفره ماسك فيه صلي صلاة أتون بسرعة زقيت ايده من علاقه وجمحت شتات نفسي وقمت وقفت قدامه وفي اللحظة اللي كان بيوجه لي لكمة تانية كنت مستعد المرة دي تفادتها بسرعة في نفس الوقت اللي كانت فيه ايدي التانية رايحة بشدة عليه بعزم ما عندي كل في وشه وجهت له لكمة قوية جدا قوية لدرجة انه في الوقت اللي كان بيرجع فيه الورا وهو شبه واقع وبيستوعب الصدمة انا عمالة هز ايدي مش قادر من وجع ايدي بعدها قم سنفره من مكانه وراح على تربيزة شارك بق من كوباية بوزة ورمى الكوباية على الراجل علشان تيجي في رأسه بتلع يجري نحية سنفره واللي صرخ فجأة وفلت منه قبل ما يمسكه وبتدت اخيرا الناس تتحرك وتحاول تمنع الراجل ده عن الوصول لسنفره اولية وبتدوا يزقوه لحد ما الراجل ده ضرب واحد فيه وكأنها كانت الاشارة علشان الكل يتلم عليه ويدرب فيه قعد يحاول يضرب فيهم واحد ورد تاني لكن الكترة دايما بتغلب الشجاعة لحد ما استسلم وفلت من وسطيه رجع نحية الباب وهو بيقول كفار كفار وجبنة اللي عملتو ده هتدفعه تمن وغالي غالي قوي وخرج من الحنوت خرجت وراب سرعة لحد الباب لقيت وراكب حصانه بتحرك قدامي بسرعة وهو بصصلي ومشي من المكان اعتذرت الباي على الحاجة اللي اتكسرت طبعا مقابلش اعتذاري لان اللي حصل اكيد مش زنبي بل وبالعكس شكرني اني دفعت عنه واخدت سنفره وخرجنا علشان نروح بيوتنا وصلت بيته من كتر التعب بعد الضرب اللي اكلناه هو دخل بيته ينام وانا رجعت بيتي اللي قريب منه ونمت نمت مش فاكر امتى لكن اللي فاكره اني فتحت عيني على صوت زعيق عالي جاي من مكان قريب فتحت عيني وانا مخدود وكانت الدنيا ليل خرجت من البيت ببص فيه ايه واللي بيحصل ده فين لمحت دخان كثيف جدا بيجي من الناحية الشرقية خرجت واتجهت بسرعة في اتجاه الحادث اللي اكيد كان حريق ابتديت اقرب لحد معرفت مكان الحادث من قبل ما وصل دي دي كانت الحانة وصلت هناك لقيت سنفرو موجود مسك في الخادم باي بيشده هو واتنين كمان عملين يشدوه هو عايز يجري على الحانة اللي النار مش تعلى في كل مكان فيها وبشكل مخيف جدا ولقيت باي عمال يصرخ بماهي بماهي بنتي لا في ايه هسنفرو بماهي بماهي كانت جوا في الحانة قبل ما تمسك فيها النار كلها وملاحقتش تخرج ابتدي تمسك الخادم باي معاهم وشد وانا بقول له انا اسف اسف لكن مفيش حاجة نقدر نعملها وباي عمال يصرخ ويبكي بماهي لا 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 يا بماهي لا وبعد ما شدناه وابتدى يهدى مش يهدى من البكاء بس يهدى من محاولته للدخول لحد ما وصل للاحساس انه خلاص مفيش اي امل مين اللي عمل كده اسنفرو معرفش يا محب لكن ايا كان اللي عمل كده في بماهي وفي الحانة لازم لازم يتحاسب واحد من العمل اللي وقفين قال انا معرفش مين دول ما شفتهمش في الظلمة لكن لمحت من البيت ناس في مجموعة بتجري من ناحية الحانة في اتجاه بقر منف في الناحية الغربية بقر منف سنفرو هات اي سلاح عصايا من خشب قوي اي حاجة من البيت وتعال معايا وانتو اي حد قادر يشيل سلاح مش قاتل يجيب ويجي ورايا اللي عمل كده لازم يتجاب لاننا لو سكتنا هيعمل كده في كل واحد فيكم وفي بيوتكم واهليكم مين معايا العامة كلهم قالوا في صوت واحد كلنا معاك معاك يا محب وانا معاك وكان منهم الخادم باي طلبت منه انه يفضل هنا وبلاش يكون معانا في الحالة دي لكنه اصر انه ياخد حقه من اللي قتل بنته ويكون موجود بنفسه فما قدرتش منهم طلبت منهم يمسكوا عمدان نار في الطريق واتجهنا كلنا مع بعض حوالي عشرين فرض نحيت بقر منف وطلبت اننا نكون هادين وما نتكلمش او نطلع صوت واحنا رايحين وفعلا دا اللي حصل كلنا كده كده من هول اللي شفناه ما كانش في حد عنده حاجة يقولها ووصلنا هناك لقينا قريب من البقر في نار حطة بمولعة حواليها وقفين حوالي عشر اشخاص وجنبهم خيمة واسعة امرتهم يتحركوا ورايا من غير صوت وصلنا عندهم ولما قربنا واحد منهم لمحنا وقال اثبت مكانك انت وهو اتوا مين وكلهم ادهم على اسلحتهم مبصين ناحيتنا شاورت اللي معايا يثبته وابتديت اتكلم على الاشخاص اللي وقفين لشبه جنود احنا مش جايين هنا علشان نقذي حد احنا عايزين اللي حرق الحنود بتاع الخادم باي وعرفنا ان اللي عمل كده موجود هنا سلمونا الشخص اللي عمل كده وكل واحد هيمشي في طريقه رد واحد من الجنود مفيش حد هنا من اللي بتقول عليه ولا في حد ليه علاقة بحريق الحانة دي اتفضلوا مشوا من هنا بدل ما حتكون نهايتكم قلتلكم احنا مش عايزين عنف هو ده كل اللي طالبينه سلمونا الشخص الصوت ده انا عارفه وبيخرج من الخيمة زي ما توقعت هو انت الراجل الراجل الغريب اللي دخل الحانة وتخنقنا معاه هو اللي بيخرج من الخيمة وهو اللي معاه الجنود دول وجايب رجلك لحد هنا اللي انت رجاضي عايز تخلص من حياتك بسرعة مش قلتلك اللي زيك عمرهم قصير عملت كده ليه موضوعك كان بيني وبينك ليه حرقت الحانة مش انتوا اللي عملتوا فيها اقوى رجالة في مصر وقفتوا ضدي يا حفنة من الكفار يا عبدة الاله المزايا في خينين الالها الموضوع ملوش اي علاقة بدين او معتقد انا قلتلك سيب كل واحد يأمن باللي هو عايزه هو ده اللي بينادي به الاله اموني اللي بتقتل وتحرق علشانه انت مجرد متعصب اعمى مجرم ومجنون والمجنون ده نهايتك عتكون على ايده دلوقتي صرخ في الجنود علشان يتحركوا ويخرجوا اسلحتهم واجهوها ناحيتنا وكل الناس اللي كانت معايا هاجموا عليهم صحيح التانين مواجهين رماح وقسهم واحنا عسيان خشب ولكن زي ما قلتلك الكترة تغلب الشجاعة ابتدى كل اتنين من عندنا يحاصر جندي من عندهم وحتى بالعسيان كانوا اقوى منهم وما فيش اي خساير من عندنا لقيت الراجل الغريب اللي هو القائد بتاعهم خرج سيفه من جنبه وتحرك نحيتي وهو بيقول دي نهاية كل كافر باهمون وضرب بسيفه في اتجاه جسمي لكن صدتها بالعصايا اللي في ايدي الخشب اللي كانت مصنوعة منه كان قوي علشان كده ما تكسرتش رجعت الورا وانا بقول له زنبها ايه المسكينة من تلخادم تموت بسبب جنونك ده زنبها انها كانت في المكان الغلط والتوقيت الغلط زيك كده دلوقتي بالزبط وضرب بسيفه ضربة تانية في اتجاه مختلف من جسمي وعرفت اتفداها وابتدت المعركة اللي بين الناس والجنود تهدى من التعب اللي تعبوه والكل تقريبا عنيه بقت علينا انا والقائد بتاعهم في المعركة اللي بيننا ابتدى سنفرو يتحرك نحيتي بسرعة شاورتلو يثبت مكانه والقائد بتاعهم شاور للجنود اللي معاي يفضلوا مكانهم اولي اتبقوا من الجنود بعد ما تصبنهم نصهم تقريبا من الضرب اترب بسيفه ضربة قوية صدتها بالعصايا اللي في ايدي من قوة الضربة اللي لو كانت وصلتلي كانت تقريبا قسمتني نصين لزق السيف في نص العصايا رمتها على الارض بعيده ولكمته بايدي في وشه وشه لف بعد الضربة ومسكني من رقابتي بايدي واحدة وقاعد يعصر فيها انا قتلتها وهقتلك انت كمان وصاحبك من بعدك وكل اللي ماشيين وراك مش كده وبس وكل عبادة اتون يا كفار مفيش كافر يستحق الموت غيرك الخنجر الخنجر اللي على طول مخبيف ضهري ما كانش فيه حل تاني غرسته في بطنه لكن كانت لسه بدربة سطحية مش عميقة ايده خفت على رقابتي وهو مبرق انت لفت راسي بسيت على الخادم باي لقيت عينيه كلها غضب وهو بيبصله وبيبصلي وشاورلي بالموافقة قربت من القائد وحطت ايدي على الخنجر وانا بسسله في عيني وبقول له ده حق بماي وقع على الارض في مكانه وعلى وشه نفس نظرة الخضة والرعب وبقى الجنود اللي مصاب منهم واللي واقف بصص علي مستني مني اي فعل زي ما قلتلكم احنا جينا هنا علشان ناخد حق الراجل ده وبنته اللي ماتت من غير زنب انا عارف ان انتو كمان ملكمش زنب في حاجة وان اللي امر بكل حاجة خلاص مش موجود زي ما انتو شايفين تقدروا تمشوا ارجعوا بيوتكم ومش عايز اشوف حد منكم في المكان ده تاني يلا وفعلا نصهم ابتدى يقوم النص التاني اللي واقعين مصابين معاه وتلعوا يهربوا من المكان وانا بقرب على باي وحطت ايدي على كتفه وسنفروا باقي الناس بتهلل باسمي انا فين انا فين انا فين